يحيى عطاية الله يحيى عطاية الله طبعا ما فيه شك ان اصابة علي معلول ايا كان هتعوضه بمين عاملة فراغ هو افضل ظهير ايصر في وجهة نظري ظهير ايصر بيلعب داخل القر فانت لما تيكي تتكلم يحيى عطاية الله انا هتبرون داخل القر لان هو لعب موسم واحد في سوتي الروسي الموسم الماضي والدوري الروسي كان في اوقات بيتوقف فانا بالنسبة لي هايسه على ما قبله فانا بقى ايسه على الناس دايما كان بقار ما بين علي معلول ويحيى عطاية الله هما دول افضل اتنين بلعبه في مركز راجل عنده خبرات لعب في كاس عالم مع منتخب المغرب كان لعب المحلي الوحيد تقريبا اللي بيلعب بشكل مستمر مع منتخب يحيى جبران يحيى جبران كان بيروح لكن ما كانش بشترك لما كل اللعبات صاب يعني في وسط ملعب المغرب قوي فانما يحيى عطاية الله او الوحيد كان بيلعب بشكل اساسي ويلعب في كاس عالم فالعيب يساوي يساوي قيمة الدفع فيه مشكلة قبل ما يروح بقال الفني بتاعها يحيى عطاية الله مشكلة يحيى عطاية الله في شوية كده ازمة صغيرة انه عنده وكيلين وكيل شخصي ووكيل متعاقد معاه ده عامل ازمة شوية في عملية التعاقد كل واحد بيقول رقم وكل واحد بيتفوق مع عنديها تاني لكن الاهلي حطوا قدام عينيه يحيى عطاية الله صفقة مهمة جدا بالنسباله لكن المشكلة اللي موجودة دلوقتي عند يحيى عطاية الله موجودة بدرجة اقل عند الاخر لعيب هننهي بيه خالص مشكلة الوكلة ومشكلة العروض الكتير اللي جاية سواء لإحيى عطاية الله او للعيب اللي انا اتكلم عليه في الاخر ماشي إحيى عطاية الله يا كريم انا دايما بتكلم على لعيب ظهير قدرات هجومية وقدرات دفعية انا اجيب لك لقطات بتكلم فين اعلى لفل في الدنيا بتكلم على كأس العالم الراجل كان بيعمل مباريات ممتازة في كأس العالم متوازنة جدا شوف انا كنت بقول لك مصطفى العش من شوية هو ظهير ايسر بقدرات دفعية جدا انما ده هو ظهير متوازن جدا قدرات دفعية ممتازة قدرات هجومية ممتازة ممكن يكون اهل شوية من العالم علوم في قدراته الهجومية لكن هو لعيب شبه متكامل بتكلم على لعيب قدراته الدفعية التحاماته تزديده مشاركته طول الوقت لعيب بيسدد وده مختلف شوية معلولة كريم لعيب مسدد جيد كان بيعمل ده دايما مع الوداد وسجل هدف مؤخرا بالمناسبة قبل نهاية الدوري الروسي مع سوتي يمكن عشان الحقوق احنا مشغالين يحياتات الله الحالات بتاعته سواء الهجومية او الدفعية شغالين عليها صور اكتر منها او فكسات اكتر منها فيديوز يعني فالراجل دايما تلاقيه جول 18 مش بس زي عليها كريم عنده كروسس دقيقة ومتشابه مع عالف دي لكنه كمان مسدد وبيشارك داخل لاجم نروح ليه اللي بعدها طبعا لقطات من كاس العلم والخدرات دايما بتاعت يحياته الله سواء الدفعية او الهجومية النقطة التانية المهمة جدا يا كريم انا بتكلم على لعيب يقدر استخدمه وانا بلعب بشكل معين اقرب للكومباكت جيم لانه لعيب دفعيان قوي جدا ولعيب بيقدر يغطي المسيحات الوراء لعيب بيقدر يعمل تختير عكسية بشكل ممتاز عنده خبرات كبيرة جدا وفي نفس الوقت فيما يخص الجزء الهجومي هو لعيب فعال جدا جدا بنفس السبب وهو دايما لما يجي اتعاقد مع لعيب فيه لعيب بقول عليها كريم لعيب مثبت انه لعيب كواليتي كبيرة جدا مع استمرارية المستوى ولعيب بروميسينج ايه حقا تغطي الله صفقة ما فاش كلمة